طبعاً ألف ألف مبروك لجماهيرنا وعفضل عيد وأكد ولازم نحتفل ولازم ننبسط وكل الأمور اللي يعني جمهورنا زمالك لازم يعمل كل اللي هو عايزه بطولة غالية ومن المنافس التقليدي بتاعك وزي ما قلت دايماً وبكرر دايماً اسمين زمالك والأهلي أكبر ند أكبر خصم أكبر منافس بلاش كلمة خصم أكبر منافس دايماً في القرى الأفريقية كل الألقاب كل الكلام هتلاقيها بتنحسر ما بين الفرتين القبار سواء الزمالك أو الأهلي وإن كان أنا شايف أن غيابنا بعض الشيء 20 سنة الحقيقة أو أزل من 20 سنة عن بعض المشاهد وهو نوع من أنواع الحاجات اللي عطلتنا شوية ومدايقانة ورغم ذلك نادي الزمالك بيستمر في المشهد وبيزبط مدى قوته ومدى إسراره ومدى عراقة نادي الزمالك بجماهيره من النادي اللي يعرف يقوم بالمشاهد دي كلها بعد ظروف اتعرض لها من النادي اللي يعرف يلعب 90 دقيقة جيم كرة بشكل مميز جدا 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 وبتلعب بتدي دروس في فنون كرة القدم من النادي رغم كله بتعرض له من النادي اللي لسه خارج من 4 فترات إيقاف قيد وفي 10 شهور مع مجلس إدارة جديدة ولعيبة لسه أول مرة كمان ممكن تكون بتلعب مباراة مع بعض ومدير فني لسه متغير من 9 شهور إلى 8 شهور ويقدر يعمل كل الحاجات اللي علاقة بالمعدل اللي مشينا به ده يمكن في 10 شهور بتلطين قريتين حاجة الحقيقة يعني مميزة جدا وحاجة مهمة جدا مش أي نادي قادر إن يعمل ده مع الظروف الصعبة اللي بيمر بيها نادي بحجم نادي الزمالك لكن هو ده قادر وهو ده يعني أصل ومعدن نادي كبير بحجم نادي الزمالك طبعا بقوة جماهيره ولازم أأكد تاني بقوة جماهيره فيمكن من حق الجماهير تفرح من حقنا كلنا نفرح من حقنا كلنا كنا محتاجين توفيق كنا محتاجين فترة من الفترة كنا سعب بنقدي ونشتغل بشكل كويس جدا جدا لكن سعب بيغيب عنك عنصر التوفيق ده حصل لنا في نهاية كاس مصر لما يكون فريق الناس بتتهموا إن السكواد بتاعه مش أفضل حاجة والناس بتتهموا إنه يعني كان ممكن بنسبة كبيرة جدا ما يبقاش منافس أصلا في مباراة السوبر الأفريقي وفريق بالسكواد القديم في بطولة الدوري وفي بطولة الكاس اللي فات اللي ما خدناشه للدور الثاني الدور الأول في بطولة الدوري إنك تكسب النادي الأهلي وفي بطولة الكاس تعمل ماتش كبير جدا جدا لكن تخسر بسبب عدم توفيقك وفي ماتش السوبر بترجعتها تؤكد إن انت عامل ماتشات قوية جدا جدا وبتأكد ورغم كده الناس كانت بتشاكك في السكواد بتاعك وفي قوة فرقتك وسكواد قديم سكواد جديد أنت بتثبت إن انت وقف على الأرض أنا ليه بقولي الكلام ده برضو بقولي الكلام ده علشان محدش ينصاق وراء إن فرقتك نقصة ولا فرقتك مش كويس أنت على أرض الملعب أثبت للجميع إن عندك فريق قوي وقوان فريق قوي جدا 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 ده على فكرة كمان بالسكواد القديم كان فريق تقل كبير فما بقى لك بقى بعض التدعمات القليلة اللي اتعملت لحد دلوقتي فما بقى لك بقى كمان بمزيد من الاستقرار ولا معاك فترتين تلاتة قيد ولا بتشتري لعبتك وانت مرفه ومعاك فائد من ملايين الدولارات ولا الميزانية كل الأمور دي عايز كده الناس تحطها في اعتبارها لو تساب نيلة زمالك كده يمشي زي الأندية الطبيعية الجمهارية الكبيرة وتساف حاله كده ويعني فضل بس للبناء ما يبقاش إيد بتبني في وقت ملوقات وغزبا عنك عندك ورى ظهرك يعني تركة صعبة ولحد دلوقتي معارض كل يوم من الصبح انك تلاقي ظروف صعبة وضغوط وتحديات لكن قوة نيلة الزمالك اعتقد بينها للجميع مش محتاجة كلام عنها كتير والغريب ان رغم كل بيحصل لك ده اخي كنادي كبير وتلاقي حد وغدك يعني ند بزياد عن نزوم والآن منك بشكل كبير وعمل يكسر في مقاديفك بشكل كبير طب ما ده شيء غريب جدا ما تسابني في اللي أنا فيه اصلا في ظروفي وفي دنيتي ورغم ذلك قايم على رجلي وبحاول ان انا اشتغل وبحاول ان انا احقق بطولات وبحاول ان انا نافس وحاول اجيب لعيبة بارقام كبيرة ويمكن لعيبة ساعات كمان كان بتمشي من عندي بطرق غريبة واسليب غريبة وما فيش نوع من انواع السحيان ولا نوع من انواع انك تبقى حريص على مقدرات نادي ويعني مصدر اهتمام وان ان انت تبقى دايما محافظ على مقدرات نادي الزمالك كل ده وقد رأف كل ده وساعات احس ان انا بتهاجم وكل ده ساعات احس ان انا الظروف غريبة شوية كده ومعطلانة فيعني اعتقد العقول والصحاب الرجد هيدركوا قد ايه ان ناتذ مالك ليه قوة خاصة وخارقة مختلفة عن اي حد تاني